حياكم الله من جديد نستكمل حوارنا مع السيد ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مشاهد على الهاشتاغ يقول شيء غريب وغير منطقي رئيس الاتحاد السعودي يقول لا أعرف من هو الذي مول صفقة رونالدو طب والله ما أعرف يعني لست معني بهذا الأمر اللي أقدر أقول لك يا زي ما قلت قبل شوي اتحاد القدم لم يمول أي صفقة لأي لاعب بس أنت تعرف ما أعرف أو غير مخول بالإعلام لا لا ما أعرف حتى لو كنت أعرف أيضا لن أكون مخول بالإعلام طب سؤال أنت عندكم نظام اسمه اللعب المالي صحيح وين اللعب المالي مع صفقة لاعب قد قيمة صفقة تعاقدات الدوري كله عندنا نظام الكفاءة المالية هذا تبع وزارة الرياضة لا لا هذا أيضا مشترك في ممثلين من الرابطة والاتحاد ويرأسه الأستاذ عبدالله كابوه هو يعتبر موظف اتحاد القدم اللعب المالي النظيف أعلن عنه عساس أنه يبدأ يطبق في الموسم القادم وهذا الآن أيضا في نقاش مع رابط الدوري محترفين عن آلية تطبيقة فالأهم أنه أي نادي يسجل أي لاعب أن يكون قدم شهادة الكفاءة المالية ما تتعاقد مع لاعب بهذا الوزن طبعا بعيدا عن الجانب الفني لكن يفترض أنه كان لما أعلنت أن هذا اللعب سيحدث الفارق ويسوي فجوة بين النصر والأندية الأخرى أنت كرئيس اتحاد كرة لم تجدت لما سمعت الموضوع كتير جماعة الخير هل سيسوي زلزال في المنافسة؟ من أي ناحية؟ ناحية الفنية أو القيمة؟ ناحية الفنية؟ لا القيمة هذا موضوع آخر والله أشوفه ببدر اليوم أنت قاعد تشوف نجوم يعني يمكن أن الناس ما كانت تعرفهم وفجأة يسوون لك الفارق تشوف أيضا نجوم كبار متمرسين ويجيك يمكن ما يتوفق أو ما ينسجن بشكل سريع فأنا عادة طبعا لا أحب أن أعطي أي رأي بحكم أني أنا مني ناقد رياضي فما أعطي رأيي في أي صفقات تخص أي لاعب كان ترجمة نانسي قنقر